تحفة معمارية تجسدت معالمها بمسجد طلحة ابن عبيد الله في بلدية للدراج ساهمت في بنائه سواعد الشباب بأموال وصدقات المحسنين من أحباء بيوت الله وهم الذين ساعدوا وساهموا بأموالهم وبصحتهم من أجل بناء هذا الصلح الذي كما تشاهدونه اليوم بالأمس القريب كان عبارة عن مساحة أرض لا أكثر يعتبر هذا المسجد ثاني مسجد في ولاية المسلاء من حيث الهندسة ومن حيث إجمال عدد المصلين ويمثل هذا المسجد بالنسبة للدراج مفخرة هندسة ورسومات أبدعت بها أنامل المحسنين وتزينت بها قاعة الصلاة بمسجد طلحة ابن عبيد الله أثارت إعجاب كل من زاره وحتى كل من شاهد صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أين تم تداولها بقوة طلعت على بعض الصور لهذا المسجد في موقع التواصل ويعني أعجبت بهندسته المعمارية فقررت أن أزوره ونحن نفتخر به كثيرا الزياء والزوار يجيون من كل مكان وهذا المعلم هذا الناس يصوروا في فيسبوك ويشوفوه يقولوا هذا المعلم هذا في تركيا ما هو شيء والدراج إبداع أضفى على المكان لمسة روحانية وجعل قلوب المصلين فيه تتعلق به نموذج على التضامن والاهتمام ببيوت الله من أبناء أولاد دراج وفي ذلك فليتنفس المتنافسون موسيقى